على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم مرحبا بك يا طالبة أولى متوسط في الدرس الثاني لمادة العلوم اليوم إن شاء الله رح نتعرف على الكتل والجبهات الهوائية رح نتعرف على الأهداف التالية رح نوضح طرق تشكيل كل من الكتل الهوائية والجبهات الهوائية وسوف نتناقش أسباب الأحوال الجوية القاسية ونوضح كيف تستخدم التقنية لمراقبة التقص وتوقعه علي لي قد يتغير التقص بشكل سريع فيقوم مشمسا وهادئا في صباح ثم يتحول إلى عاصفة في المساء وهذا اللحظة في أيامنا هذه كثيرا يتغير التقص عندما تدخل عليه كتلة هوائية ما هي الكتلة الهوائية؟ هي كمية ضخمة من الهواء تتشكل عادة فوق مناطق محددة من سطح الأرض طيب ما هي أنواع الكتل؟ الكتل تبقى عدة أيام فوق المنطقة فإذا بقيت كتلة هوائية مثلا فوق منطقة سيوائية فإنها تصبح حارة وهكذا إذن مواقع الكتل تؤثر في التقص وفي منطقة الشرق الأوسط نأتي إلى ما يطلق عليه الجبهة الهوائية الجبهة الهوائية هي الحد الفاصل بين كتلتين هوائيتين بحيث لا يختلط الهواء على منطقات الجبهة الهوائية تكون هي الخط الفاصل بين كتلتين هوائيتين مختلفتين في درجة الحرارة طيب علي لي لا يختلط الهواء في منطقة الجبهة الهوائية لأن الهواء البارد الأكثر كثافة ينتقل إلى أسفل الهواء الدافئ الأقل كثافة فيدفع إلى الأعلى طيب ما هي أنواع الجبهات الهوائية؟ هذه ثلاث أنواع جبهة ثابتة جبهة دافئة وجبهة باردة ما هي الجبهة الباردة؟ عندما تتقدم كتلة هوائية باردة وتندفع إلى كتلة هوائية دافئة موجودة فإنها تندفع إلى أسفل الكتلة الدافئة تصبح هي السفلة مثل الموجودة هنا كتلة هوائية باردة اندفعت إلى أسفل والكتلة التي كانت موجودة الدافئة سترتفع إلى أحلى هذا ينتج عنها أواصف وهطول أمطار غزيرة وقد يتغير اتجاه الريح فيها تصفو التماء وتقل درجة الحرارة وتعطينا غيوم ركامية لتنتفع هي كتلة هوائية دافئة جت ودفعت كتلة هوائية باردة فإن الدافئة سترتفع إلى أعلى طيب إيش رح تكون رح تكون أمطار منتظمة رح تكون غيوم ريشية وأمطار خفيفة رح يمتلئ بخار يمتلئ طبقات الغلافة الجوية العليا الموجودة فيها الكتلة الهوائية الدافئة ببخار الماء لأنها رح تتكثف في الأحلام طيب جبهة الدافئة أو الراوضة لما تكون الكتلتين ما تتحرك إحداهم الدافئة أو إحداهم باردة لكنهم لا يتحرقون كل واحدة في مكانها فتعطيني خط فاصل ينتج عنا ينتج عنا أمطار غزيرة وغيوم ركامية وهطول غزيرة طيب نأتي إلى ما يطلق عليه مراكز الضغط المرتفع ومراكز الضغط المنخفض هي نفسها الكتلة الهوائية لكن رح نتعرف هنا على مناطق الضغط إذا كانت مراكز الضغط المنخفض طبعا مركز الضغط المنخفض يمتعد بضغط جوي ونخفض عن باقي المناطق المجاورة لها طيب إيش رح تعطيني رح تعطيني تيارات هوائية صاعدة إلى أعلى فتعطيني شوية برودة تعطيني درجات من ندى تكثف وتهطر الأمطار العكس صحيح لما تأتي منطقة منطقة من المراكز الضغط المرتفعة تتميز المرتفعة بأنها تكون ضغطها أعلى من المجاورة لها فتشكل تيارات هوائية هابطة يعني إلى قريبة من سطح الأرض ورح تكون هناك رياح باتجاه أقارب الساعة رح يكون الهواء ساخن وهكذا وشمس مشمسة طيب نأتي إلى الأحوال الجوية القاسية ما هي الأحوال الجوية القاسية عندنا العواصف الرعدية ما هي العواصف الرعدية هي عندما تتكون العواصف الرعدية من غيوم المزن الركامية ذات النمو الرأسي فتنشأ عادة أدة مناطق من الجبهات الباردة عندما تسقط حبات المطر الكبيرة تبرد سريعا في محيطة مكونة تيار هواء نادل إلى سطح الأرض فتنتشر فوق سطح الأرض رياح عنيفة ويطلق عليها رياح الرعدية تتكون أثناء هذه العواصف الرعدية أحبات من البرد كبيرة الحجم قد تسبب أضرار ومخاطر إذن العواصف الرعدية هي بسبب غيوم المزن الركامية الذي يرافقها رياح عنيفة وبارد كبير طيب كيف يتكون البرغ؟ يتكون البرغ والرعد أيضا من غيوم المزن الركامية لما يتكون البرغ نتيجة الدفق السريع للطاقة ما هي الطاقة اللي هي شحنات الموجبة والسالبة لما تكون عندي منطقتين مشحونة واحدة موجبة واحدة سالبة ويحدث فيها التصادم ذهنة فوق الموجبة وتحت سالبة حدثت التصادم فأنتج لما يطلق عليه برغ طيب ما هي الأعاصير القمعية المثل موجودة في الصورة؟ تتكون هذه الأعاصير القمعية في مناطق الجبهات هوائية لما تأخذ شكل دوران على شكل دوامة تشبه القمع تعرف بالأصاع عاصير القمعية أو التورنادو أو التورنادو على الرغم من طبعا تنشأ هذه الأعاصير كمكنسة هوائية ضخمة قد تحمل كل ما في طريقة من منازل من سيارات وقد تتلف المدن وتسبب أضرار للمحاصيل الزراعية نأتي إلى الأعاصير البحرية ما هي الأعاصير البحرية؟ من اسمها بحرية هي عبارة عن نفسها الأعاصير القمعية لكنها تستمر عدة أسابيع وتسير لمسافة بعيدة داخل البحر داخل البحر طيب تدور عكس عقارب الساعة طبعا تؤدي إلى تدمير السفن يصاحبها أمطار غزيرة وكلاهما قد يسبب زي ما ذكرنا أضرار بيئية وأضرار فيضانات وتصيب الإنسان والحيوان والمحاصيل الزراعية السلامة والطقص هناك مؤسسات عالمية متخصصة في مراقبة الأعاصير والظروف الجوية تستقدم الرادار والأقمار الصناعية والحواسي ممكنها تتنبأ بمواقع الأعاصير وتحدد مكانها وممكن أنها تحذر الناس وأيضا توقظهم مثل السفن المولودة في البحار في المملكة العربية السعودية لدينا رئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي المكفلة بمعرفة الأحوال الجوية في المدن السعودية والمناطق البحرية وتطلق إنذارات مبكرة في الحالات الجوية الطارئة حتى تتمكن من سلامة السكان والممتلكات العامة